يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة منتخبنا الوطني المصري على موعد مع قرعة كأس الأمم الأفريقية الفين تلاتة وعشرين اللي هتتلاعب في كوديفار في يناير الفين أربعة وعشرين طيب أنت فاهمين إحنا دايما في التوريخ في الكاف والحاجات دي فيها لغباط سير بطولة تلاتة وعشرين هتتلاعب في يناير أربعة وعشرين منتخبنا الوطني هيبقى في القرعة دي في التصنيف الأول يعني هيبعد عن مين عشان بس أشرح حلق ببساطة منتخب مصر في مجموعته مش هيبقى في المنتخبات الآتية اللي هي موجودة في التصنيف الأول المغرب الجزائر وتونس وكوديفار والسنغال يا الله تعالى نعرض وأقولك بقى التصنيفات يعني التصنيف الأول ثاني ههو المغرب الجزائر تونس كوديفار السنغال حيش ألاعب حد فيهم في دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية طيب اللي جاي ده كله انت ممكن تاخد منه بقى منتخبات كله التاني والتالت والرابع ده هتمكن تاخد منه منتخبات التصنيف الثاني ده في مين؟ في الكاميرون في المنتخب الناجيري في المنتخب المالي في منتخب بوركينافاسو في منتخب غانا والكونغو الديمقراطية ده التصنيف الثاني أنا هيجي لك واحد من الخمسة دول أو من الستة دول عفو التصنيف الثالث هيبقى فيه جنوب أفريقيا وغينيا وكاففردي وزنبيا وغينيا الاستوائية وموريتانيا هيجي لك واحد من التصنيف الثالث التصنيف الرابع أنجولا غينيا بيساو موزنبيك نبيبيا ويجنبيا وتنزانيا واحدة واحدة قبل ما تشيل ديت خليك معايا تعال نلعب انه وانت لعبة كده لطيفة ونشوف مين اللي بحظه حاله انا هقولك المجموعة اللي انا بتمنها وانت لما هتشوف الفيديو ده وتعال السوشال ميديا اقول لي برضو في التعليقات المجموعة اللي انت تتمنها لمنتخم مصر انا لو هتمنى مجموعة لمنتخم مصر وكل ده نظري طبعا عملي حاجة تاني النظري مصر تلعب من التصنيف الاول ومعاها في المجموعة من التصنيف التاني الكنوة الديمقراطية وناخد من التصنيف التالت موريتانيا وناخد من التصنيف الرابع تنزانيا يا سلام يبقى انت مصر معاها الكنوة الديمقراطية معاها موريتانيا معاها تنزانيا يا سيدي يا سيدي تبقى مجموعة حلوة اوي حلوة اوي والد نظري يحصل اه طبعا وارد وارد طيب هتقول لي يا كريم مفيش حاجة في القرى الافريقية منتخبات سهلة ومنتخبات صعبة الدنيا تطور الكلام اللي انتو عارفين لك للشهايات الشهيرة دي معاك انه ما بقاش فيه منتخبات ضعيفة اوش بس استيل فيه منتخبات ضعيفة واستيل فيه منتخبات قواجد يعني لما اقول لك جزائر مغرب جنوب افريقيا كاميرون نيجيريا سينغال كودفور تونس يعني دي منتخبات كبيرة في القرارة الافريقية دي دي لما اعتلعب قدامهم اه هنبقى ند وكل حاجة وممكن تكسب وهم يكسبوك بس ادام ممكن تكسب وهم يكسبوك فخمسين خمسين فيه منتخبات تانية لا انت هتبقى تسعين في المية تكسب وعشر في المية تخسر لبقى لو انت مش شايف يومها فان شاء الله المجموعة تطلع هينا وكده كده دور المجموعات بالنسبانا مش هو الحكاية احنا حكايتنا قصة ان احنا نكسب البطولة يعني مش ان احنا نوصل لأدوار متقدمة كمان ان احنا نوصل للنهائي ونكسب كمان البطولة احنا لما خسرنا المباراة النهائية في البطولة اللي فاتت الناس عادوا يقول لك احنا فشلنا والعيبة وحشة وكيروش يمشي وفاكرين القصة دي كلها رغم ان احنا عملنا بطولة عظيمة جد واخسرنا بضربات الترجيح من اقوى منتخب الكرة الافريقية هو المنتخب السنغالي بس برضو ده ما بيشبعكش في كاس الوام الافريقية فاحنا بنروح البطولة دي عشان ناخدها فان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله ونحصد هذه البطولة بعد غياب 13 سنة فاكرين 2006-2008-2010 فاكرين الحدث التاريخي في تاريخ كرة القدم الرياضة المصرية بشكل عام نفسنا بقى نرجع تاني للامجاد العظيمة دي اه الدنيا بقت اصعب المنافسة بقت اصعب كوالت اللاعبين مش هو بتاع 2006-2008-2010 او احنا عندنا لعيبة رائعة جدا بس احنا كان وقتا عندنا جيل استثنائي في تاريخ الكرة الافريقية مش في تاريخ الكرة المصرية استثنائي تماما يعني بس ان شاء الله نقدر نعمل شيء كويس وانا متفائل جدا بروي فيتوريا وقلت الكلام ده اكتر من مرة المدير الفني المنتخبنا الوطني ومتفائل بالعناصر اللي موجودة